لا راية توحد العراق إلا راية الاحتكام إلى القانون وهنا يحرق وجه المستقبل للبلاد على أثير فوضى تخلقها السنة التهويل تأخذ عملية حرق مقر الحزب الديمقراطي في بغداد مسار التأزيم والخروج عن القانون فالتاريخ الذي يجمع الكرد وقوى السياسية أخرى جميعه تاريخ عراقي واحد موحد تصدرت التدخلات في الشارع العراقي عنوين الاشتباك المغرض والذي تمثل بحرق مجموعة من الأشخاص تحمل رايات وشعارات للفرع الخامس للحزب مقاطع الفيديو لعملية وتحطيم المحتويات في مقر الحزب أثقلت عيار التوقعات بالعودة إلى نقطة لا هدوء في حال لم ترجح لغة القانون والقضاء المجلس الوزري للأمن الوطني وبجلسة طريقة ترأسها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أوعز بفتح تحقيق عاجل يتضمن ملاحقة المتورطين وهو ما أفضى إلى إلقاء القبض على 15 شخصاً من المعتدين على المقر أطيف سياسية ونيابية وحزبية وحدت كلمة الرد على ما قد يأول إلى فتنة لا تحمد عقباها أما الخروج عن القانون بافتعال الحرائق والاعتداء على الأملاك العامة ومحاولة التوتير بين المكونات السياسية العراقية ما هو إلا ضرب في صميم الإنجاز السياسي والسيادي الذي يحتاج إليه العراق قيادة الحشد الشعبي نطقت بالرفض المطلق لأي تخريب يثار في الشارع العراقي في الطرف الآخر فإن رئيس حكومة كردستان شدد على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات حماية المقرات وممثلات الدول الأجنبية تبقى الحكومة في النهاية هي المنوطة بحفظ هيبة الدولة والتصدي لكل من يحاول كسر هيبتها قبل أن تشتعل الأيام المقبلة فتقتل ما تبقى من فرص الوصول إلى ضفة سيادة العراق الكاملة ترجمة نانسي قنقر